السلام عليكم وحشان يا جماعة جاهزين هنعمل كيك بدون فورن على البتوغاز هنعمل كيكة الموز سهلة جدا بسيطة بمقادير اقتصادية 100% تعالوا نشوف قد ايه سهلة اي حد يقدر يعملها بما اني كتير بيطلبوا مني اعمل على البتوغاز هنشتغل على البتوغاز هاخد ملقاتين من الزبدة هنطحهم شريح بشكل ده وهنزل عليهم بسكر البودرة هوزع سكر كله في قاعة الاطاسة من تحت تمام لاني هواديها على البتوغاز بس بعد ما رسل رس الموز عفوا عايز اقول هنقطع الموز بالشكل ده نصين عشان هرسوا من تحت بشكل دائري بالشكل بتاع الطاصة اللي هشتغل عليها او الصانية اللي هشتغل عليها اختاروا الاسم اللي يناسبكم اي حاجة المهمة قبل انها تتحط على البتوغاز وتقدميها بالشكل اللي هتشوفيه معي وهوزع الموز كده وهبقى حطها على البتوغاز على درجة حرارة تحت المتوسطة كيك ده حلو اوي 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 وانا بحبه اوي مع القهوة في الصباح مع حاجة كده ستاربوكس جامدة وتجيله يا معلم هنا بقى هقولكم على ودتها البتوغاز على درجة حرارة تحت المتوسطة هعمل الكيك هسيح الزبدة وهاخد السكر والبيكنج بودر كله مع بعض سهلة وبسيطة ما فيش فيها اي حاجة سكر بيكنج بودر اتزرب من الملح اقصر البيض بعد ذبدة كله فوق بعضه يعني عشان ما حدش يقول لي اعمل زي الهين الناس ما بيجوا دي في ده الاول وحطي ده الاول لا والله يسيبكم كل ده نزلي بكل المكونات في الكيكا دي هتطلعي كيكا امر حقيقي عايز اقول صحيح للناس اللي لسه بتزوروك انا لو اجابكم الفيديو انا ضيفت الزيت هنا لو اول مرة بتزوروك انا ما اجابكم الفيديو اعملوا اشتراك وحطوا اللايك وطبعوني على قناتي التانية الجديدة عملت قناة جديدة بقول لي متابعين الحلوين الموجودين معايا اعملوا اشتراك عليها بعد اذنكم عشان يعني هبتدي بداية جديدة والله المستعينة هنا بقى ضربتلك كل المكونات في بعضها ونزلت عليها بعمك فاناليا عشان عزت انك احنا لسه نضيها كمان قرفة يعني هنعمل طعم كده ايه يخليك تاكلي يعني تاكلي هنضيف بقى عمك ديء في الاخر خالص يعني ضيفنا كل المكونات مع بعض اول مرة والمفروض بس عشان تعرفوا يعني كده ان انا يعني ليا دماغ تانية هنضيف بقى ديء في الاخر كده وبعدين نزود الحليب شوية بشوية لحد ما تشوفوا القوام بتاع اللي انتي عايزة تستخدمي او يطلع حلو قوي 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 حالب المكونات براحة برضو هستخدم نوع من المكسرات زي العين الجمل لاني عين الجمل مع الموز مع الارفان هنحطها مع بعض بتدي طعمها الحي بتعمل حاجة كده يعني لازم تجربيها عشان تعرف يا عايزة اقول لك يا هنا بقى بعد ما تأكدت ان انا يعني قلبت الخليط كويس وما فيش اي تكاتلات في الدقيق هسيبي المقادير جواسا نضوي الوصف ما تعلوش هاغت شوية من عين الجمل ممكن تستغني عن عين الجمل على فكرة وما تعملهاش لو مش متوجدة عندك بس ما حانتش يقولي حطه سوداني عشان الموز مع السوداني مش هيدي انك هيعني جمدة زي موضوع عين الجمل ده وبعدين هستغني بقى عمك او خلتك ارفع هاغت كده معلقة كده صغنانة صغنانة ها عشان انا بشعمل مقادير كتير جوا الكيكة جي لانها اعتمد هنا على الموز الموز يا جماعة لان الموز هيعمل طبقة كبيرة وهو محدود من تحت زي ما انتم هتشوفوه معايا كده بصوا ده كوام بالضبط اللي انا عايزاه سكر مزبوط طعم حلو مع الارفة كل حاجة تبارك الله بصوا كوام نازل ازاي هنا انا سبت الموز على البتجاز لحد ما عملت الخليط على فكرة المو سخن التوصى سخنة وانزلت عليها بالكيك كله السخن يعني ما تقوليش هيعمل حاجة لان هو ده المطلوب ان التوصى تبقى سخنة والكيك كمان سخن لاني هسويها على البتجاز بعد ما نزلت بالخليط هوزعه على الوشي كله بحيس ان ما يبقاش فيها وجوه فيها عشان ما تطلعش في كده زي ما بنشوف كيفيه كيك تطلع من زلبوقين وكده يعني تلاحي حتة طلع حتة نازلة او حتة سايحة مش مستويه هغوت حاجة غويتة زي كده عشان تبقى زي الكيك بحيس ان يقاطفز بالبخار بتاحها يسويها من فوق ومن تحت ومن جوه وده شكلها بقى تاخد حوالي كده يعني تلت ساعة بصوا عاملة ازاي بصوا اول ما تغريز فيها اي حاجة عود سكينة شوكة تطلع نشفة مفيش فيها حاجة تعرف ان هي استبتغير بقى الريحة يا الله الريحة مفيش بعد كده تبارك الله هغطي عليها النص التغطية بسيطة كده بقى وهقلبها دلوقتي بعد حوالي خمس دقيق هي كيكة مبتاخدش وقت كتير خالص وده شكلها ممكن تزيني الوشي من فوق برشة من العسل وشوية مكسرات ممكن ما تعمليش اي حاجة من دي شوية مكسرات بسيطة زي العين الجمل اللي احنا اضفناها حقيق تبارك الله مفيش حلوة قوي قوي هديكو افكار تانية ممكن تعمليها زي البنكك ما تاخدش منك نص دقيقة يعني تساوي تجيب اسمها ايه البتاع اللي بنقلب بيها اللي نحط بيها الشربة دي تغتي تمليها كده وتفضيها في الطاصة او الجريل بتاعك وتعملي اللي هو البنكك وتقلبيه يبقى هو بنكك بالموز وانتي مسويها الموز وبعد كده تقديم الموز من فوق ده الشكل النهائي طعم حلو قوي الارتفاع مظبوط خاصة ما عملناش كمية كبيرة من الدقيق الموز مع الزبدة مع السكر عمل كراميل حلو قوي قوي حقيقي انجوي يا جماعة ما تنسوش تتابعوني على قناة الجديدة هسيب اللينك بتاعها جوا سندوي الوصف القناة دي عملتها عشان ابتدي تاني من جديد اتمنى منكم اشوف فيها دعم عشان انا من نفسي انجح والله نفسي انجح قوي قوي وبطعب قوي في القناة زي ما انتم عارفين عايز اقولكم ممكن تقدموها مع اي كريمة تعملوها بقى مع الشاي مع القهوة انا على نفسي اخدها مع القهوة لان القرفة مع القهوة انسوا يعني كل يا معلم دي كان طريقتنا سهلة بسيطة تابعوني على قناتي وما تنسوش تحطوا اللايك لو عجبكم الفيديو هسيب المقادير جوا سندوي الوصف بكرر تاني شكري وعجزة عنه للناس اللي بتشجعني في القناة الاولى والتانية بحبوكم دي كان طريقتي كان معاكم حبيبة ان شاء الله انتظروني في وصفة جديدة الكيت جميل اوي اوي وانهاعم ورحته حلوة جدا اشتركوا في القناة